السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير عليكم إخواني المسامعين ونهاركم مبروك إن شاء الله موضوعنا اليوم يتكلم على التكاثر عند الأرانب وكي النقاط مهمة لازم يعرفها كل مربي ويلتزم بها باش ينجح المشروع انتاعه واللي نذكروها بإجاز كي تكون أخي المربي رايح تقدم الأرانب بتاعك للتلقيح لازم تتأكد أنها بصحة جيدة وخالية من الأمراض المعدية العمر يكون خمس شهر بالنسبة للأنثى وست شهر لذكر عملية التلقيح تكون يائمة في الصباح ولا العشوة بحيث نرفض الأنثى من القفص متاحة ونديها لقفص الذكر ومش العكس وكي نكون نرفض الأرانب لازم من الجلد اللي في ناحية الأكتاف ومش من الوذنين ولا الكرعين نستعمل ذكر واحد لكل سبع إناث ولكن ما نستعملهش أكثر من ثلاث مرات في اليوم وأكثر من أربع مرات في الأسبوع في هذا القدر كيفية نوصله في الحصص المقبلة بحول الله كانت معكم المهندسة رحال أمينا سابرينا من المحة التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص ترجمة نانسي قنقر